تشير الأبحاث والمراجع العلمية المعتمدة لتشخيص اضطراف فرط الحركة وتشكة الانتباه بأنه يمكن تشخيص الأطفال من عمر الخامسة وما فوق ولكن في بعض الحالات التي يكون العمر من ثلاث إلى أربع سنوات إذا كانت الأعراض شديدة جدا بحيث أنها تكون عائقا للطفل للتقدم واكتساب المهارات الجديدة أو كانت مصحوبة بسلوكيات مؤذية كالعنف فإنه يمكن للمختص أن يعامل الحالة كإضطراف فرط الحركة وتشكة الانتباه ويبدأ بالتدخلات العلاجية كالعلاجات السلوكية أو العلاجات الدوائية مع أهمية متابعة الحالة من قبل المختص على أعمار متكررة وبمدة زمنية معينة للتأكد من انطباق صفات التشخيص أو أن يظهر لدينا تشخيص آخر مثلا